الزمالك قبل ما نروح بشكل عام بس في مبارات السوبر دي تحديك تصدي خطير جدا مع نهاية المباكرة الزمالك اتعادل بيه ويخش تاني والمضايق تصدي ده وحكايته يعني واللحظة دي اللحظة دي صعبة جدا أنا حسيت فيها لأنه لعيبة الآلك هتبدأت تخش في مرحلة توطر معه مع الضغط الجامعيلي طبعا ففي توطر معه انت فوقت الفرقة تاني بسرعة الحمد لله طبعا والمطش دي يعني أنا طه عبد الرحمن طه بدأ المطش وكماشي بشكل كويس جدا طول المطش لحد ده ما خرج يعني أنا خرج في آخر 8 دقيق وانا نزلت يعني أنا على قد ما قدر يعني هو برضه تستلامت الضغط كله اه من بعدها بقول لي مدرب اللجوان انت خرج نزلتني في آخر 8 دقيق رميتني في النار بس هو ده ورد نوع يحصل يعني انت كده كده الجنب الزات لازم بعنده ثبات انفعالي لحد آخر ثانية في المطش وخلاص انت مطلوب منك دور بتعمل وانا ما لعبتش مثلا في المطش ده كتير بس انا نزلت في آخر 8 دقيق فهو ده الدور بقى بتاعي في المطش ما ينفعش ان انا نزل مش مركز ما ينفعش ان انا نزل خايف هيبقى خلاص كل حاجة ممكن تروح صح فعلى قد ما قدر حاولت ان انا اكون مركز طبعا في العادي شخصية هاديها اه في العادي في الملعب عمتا يعني ها اصلا انا اتصور ان المدرب مثلا بيبقى فاهم الشخصيات اللي عنده اه 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 انا الراجل ده مثلا الوقت لو نزلو تحت ضغط مش يعني عادي دي حقيقا هو عمل نفسك موضوع معايا في مطش الخليجي السعودي في كاس العالم الاندية برضو اللي هو المركز الخامس والسادس انا بدأت لعبت الشوت له واللعبت حلو الحمد لله وطهب لعبت الشوت التاني وكانتش مفع اوه انا نزلت في ورده في اخر ربع ساعة وكنا مغلوبين والحمد لله صديت حوالي 4 قرار ولا حاجة جبنا للسكور تعادلوا معنا ولعبنا درويك اذا كسبنا فهو دايما يعني هو انا عمتا شخصية اعقل شوية يعني فيه فكرة متاخدة على اللجوان اللجوان مجنيم حقيقي لا لا اقولك حاجة خليتني بقى فضفض معاك انا دايما انا بفرج على كورت اليد بقولها جماعة انا اعتقد ان اصعب شغلانا في العالم شغلانا يتحالي سمار با كورت اليد أنا طول الوقت بتدرب عليها كرات تاك 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 ومحتاج طول الوقت ما عندي رد فعلا عظيم جدا فدي فعلا شغل أنا محتاجة مش بروية عصاب أنت محتاج تبقى تلج دي حقيقة وبعدين هو الجن أصلا دايما هو آخر خط تدفع كل الغلطات بتاعت الجنب البان فهو أكتر واحد بياخد انتقاد لا وكتير حارس الكرة مثلا ممكن يجيلوا كرتين 3-5 في المباراة حارس الكرات القدم يعني أنت ماشاء الله 40 كرة مسلا رايح كاي وانت مفروض تبقى متعلق طول الوقت ومفروض تبقى مركز جدا طول الوقت بالزبط ده حاولت بقى عمله الصراحة لمنزل يعني العالد ما قدر يعني ده الدور بتاعي في 8 ده لازم أقديه يعني وساعد فرقتي فيه الحمد لله ربنا كرامني يعني بالكرة اللي صدتها دي كانت في وقت مهم يعني